اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده عبارة عن انسة حاملة للمرض تعال نشوفوا عاوزة يطلب مني ايه بقول لي ما نزبت الاناس المصابة بيكلمي على الاناس فقط المصابة بعمل مين بحالة عم ايه الالوان يطرق ايه 75-50-25-0 ما جا بص كده على الاناس الاناس زي ما احنا شايفين ده حاملة للمرض يعني سليمة يعني هنا مفيش اي انسة مريضة وبالتالي نختار مين اللي هي سفر في المية يبالي جابة رقم ده لسفر في المية الشكل المقابل يوضح الطارز الكرموسومي لخلية جسدية يبالي قدام ده عبارة عن خلية جسدية لان الكرموسومات زي ما احنا شايفين موجودة في صورة اللي هي ايه ازواج فبقول لي يا طاري ده عبارة ايه تعال امبص على شكل الاول كده زي ما احنا شايفين ده عبارة عن طارز الكرموسومي خلية جسدية لما اجا بص كده على اللي هو الزوج رقم 23 فيه واحد كبير واحد صغير يبالي معنى كده اللي قدامي ده عبارة عن XY يبالي ده الزكر اللي قدامي تمام يبالي ده عبارة عن زكر اللي هو XY طيب ده اول حاجة لو بسيط على الزوج اللي هو رقم 21 بلا هنا فيه 3 كرموسوم مش 2 المفروض 2 بس هنا فيه 1 زيادة يبالي هنا فيه كرموسوم زايد فيه اللي هو رقم كم رقم 21 يبالي تركيب اللي قدامي ده عبارة عن 45 كرموسوم جسدي وعند XY اللي هي كرموسومات مين اللي هي ايه الجنسية مجموعة كرموسومات اللي هي قدامي كام 47 كرموسوم لان ده تعبارة عن حلش هزة اول رقم اللي قدامي ده اللي هو 45 ده بيمثل كرمسومات اللي هي جسدية الرقم الثاني ده بيمثللي كرمسومات جنسية الحالة اللي قدامي طبعا ديت عبارة tv عبارة عن متلازمة داون زكر متلازمة داون لان ده عبارة عن زكر عشان وجود مين اللي هو الي تعالوا نشوف الاختيارات فبولي رقم الف زكر مصاب ومتلازمة داون طبعا الكلام ده صح اللي احنا عارفين زكر متلازمة داون عبارة عن 45 زايد 20 زايد xy رقم B زكر مصاب بحال الكلين فلتر طبعا الكلام ده غلط طب ليه؟ علشان حال الكلين فلتر اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن 44 زايد xxy هنا كان 45 تمام؟ يبقى كان الكلين فلتر كان عبارة عن 44 زايد xxy أنسى مصابة بمتلازمة دون هل اللي قدام ده عبارة عن أنسى ولا زكر؟ والله لقد أنسى كانت عبارة عن 45 زايد xx إنما لقدامي 45 زايد xy بل لقدامي ده زكر وليس أنسى فإزان ده بالنسبة لنا غلط أنسى مصابة بحالة تينر طبعا حالة تينر اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن 44 زايد x0 ده كان كل كروموسومات على بعضها 45 إنما أنا في كم؟ ده عندي 47 يبقى دي كمان بالنسبة لنا غلط يبقى الصحيح كده رقم مين؟ رقم ألف عند تزوج زكر دروسوفلا أبيض العيون زكر يعني xy وأبيض العيون طيب مع أنسى حمراء العيون فنتجة إناس بيضاء العيون فإما يلي يمثل التركيب الجيني للآباء احنا عاوزين الآباء طب تعالى نرجع كده بالمسألة تاني أول حاجة عند هنا زكر ما له أبيض العيون الزكر xy أبيض العيون يعني r small لأن عند ال y لا يحمل ايه؟ أي جينات أنا عند هنا xy وهنا ايه؟ ذلك أنا لم أفعل بعضا افعل ذلك في المسألة العيون رقم يarla لا يوجد فعل بعد though عاوزين الرقم أبرا وهنا وضع أبيض العيون وإذا ده بالنسبة لنا غلط فأصبح كده بالنسبة لنا احتمال غلط يتفضل الى الاحتمال لندولية طرح نختار ده ولا نختار ده تعالين كمال السؤال كده فناتجة إيه ناس بيضاء العيون لما سألك هي الأنسة بيضاء العيون هيكون رمزها إيه هيكون عبارة عن X تمام دي أول حاجة وهنا عند جين متنحي وعند هنا جين متنحي حلو قوي طب دلوقتي لما سألك هو الجين ده هيجي منين هتقول لي هيجي من الزاكر هيجي من الأنسة يبقى معنا كده الأنسة لازم يكون عندها جين واحد على الأقل المتنحي طب هنا الأنسة عندها الاتنين سيدين فإذا ده بنسبة لنا غلط فأصبح دي كمال غلط يبقى دي الإجابة يبقى الإجابة عند جين متنحي وهو وهنا جين متنحي هيديني مين الأنسة اللي هي قدامي طيب تيجي نتأكد مع بعض تعالى نعمل عليها مسألة كده أنا عند الأنسة هنا اللي هي XX يبقى عند الأنسة XX تمام؟ مع الزكر اللي هو XY اللي هو R X Y R هنكمل كده مع بعض عند هنا الأمشاج مختلفة هنزلهم هما الاثنين ده المشيج الأول ده المشيج الثاني الاثنين هنبوردك مختلفين هنزلهم هما الاثنين هده الأول وده الثاني أول مع أول يبقى X X capital small ده معده X X الاثنين small ده معده XY R capital ده معده XY R small وإحنا دلوقتي بندور على مين؟ والله إحنا بندور هنا ركز في كلامنا على إناس بيضاء العيون أدي إناس بيضاء العيون زي ما إحنا شايفين طلعت أدامنا فعلا هو أدامها طبعا ده عبارة عن زكر أبيضى العيون ده عبارة عن زكر أحمر العيون وده عبارة إيه؟ أنسى بيضاء العيون فإذاً ده اللي نحن بندور عليه فعلا الناتج عند هنا نتيجة تزاوج ده مع الفرض إيه؟ مع الفرض ده وطبعا ده عبارة إيه؟ أنسى حمراء العيون هاجي فيما يتشابه زاكر كلين فلتر مع زاكر متلازمة داون طب نفتكر مع بعض كده اول حاجة عندنا زاكر اللي هو من كلين فلتر ده كان تركيبه الجين عبارة ايه عبارة عن اربعة واربعين زائد اكس اكس واي طب تعالك كده نفتكر مع بعض زاكر متلازمة داون كان عبارة عن خمسة واربعين زائد اكس واي تعالوا بنشوفوا عاوز ايه احنا دولتنا بنظهر على مين على المتشابه خلي بنا فبقول لي رقم الف عدد الصبغات الجسدية هي فين الصبغات الجسدية الرقم الاولاني ده اسمه صبغات جسدية ده اسمه صبغات جسدية طب هل الاتنين زي بعد ده هنا اربعة واربين وانا كام خمسة واربعين يبال الاتنين ده ما ينفعش معنا احنا بنظهر على المتشابه خلي بنا رقم بيه عدد الصبغات الجنسية والله عندي هنا فيه تلاتة جنسي اده واحد اتنين تلاتة عندي هنا فيه اتنين بس يبال اتنين مش شكل بعض ما يفعش معنا الصفات الورصية طب دلوقتي اول حالة عندي مين اسمه ايه زاكر ايه كلاين فلتر طب الزاكر ده الصفاته قد ايه ده كان عبارة عن زاكر عقيم نتيجة غياب الخلايا المولدة للحيانات المنوية كان عنده بيظهر بعض الصفات الانسوية زي النمو حجم الساديين طب نيجي هنا زاكر متلازمة مين كان عنده قصر قامة كان عنده وجه بيضاوي كان عنده مخيرة الرأس بتاعته مسطحة قصر اصابع القدمين واليدين صغر الازن تحده بوضيك العينين هل الاعراض شكل بعضها طبعا لا هو بيطلع منفعش معنا رقم دل عدد الكرموسومات في الخلية الجسدية كلها لبعضها طب هنا فيه كم على بعضهم اربعة واربعين وتلاتة بكام سبعة واربعين يبقى دولة عبارة عن سبعة واربعين كرموسوم طب هنا فيه كام خمسة واربعين واثنين بكام سبعة واربعين كرموسوم ده الاثنين شكل بعض فعلا يبقى زندي الإجابة يبقى الإجابة رقم دل عنده ولادة بنت مصابة بحالة هيموفيلية فمن المحتمل أن تكون ايه طب تعالي نرجع للسؤال بنت عندي هيكون عبارة عن XX وقال لي هنا ايه قال لي مصابة بحالة هيموفيلية احنا عارفين طبعا المسؤولة عن اللاية المرض ده اللي هي جينات متنحية معنى كده هيكون عبارة عن H small طيب معنى كده اللي هو الجيني الاولين ده هيجي من احد اللي هو الافراد هنفترض ان هو جي من الاب يبقى الاب هنا لازم يكون مصاب طب الاب لما يكون مصاب هيكون رمزه ايه هيكون XY Y وعنده الجين ده اللي هو ايه بتاع المرض اللي هو H small لازم كده يكون عندي عندي هنا الجين التاني هيجي منين هيجي من الام يبقى ده هيجي منين هيجي من الام والام هنا عندي لازم يكون فيه احتمالين الاحتمال الاولين انها يكون XX تكون حاملة ليه اللي هو جين المرض يعني H capital H small فده الجين هيجي من عندها ده احتمال الاحتمال التاني انها يكون XX الاثنين small تكون مصابة يعني فده احتمال وده احتمال تعال بقى نشوف الاختيارات فبقول لي رقم الف الام مصابة احنا قلنا والله الام مصابة ماشي تمام الاب سليم احنا هنا لازم يكون الاب مصاب لازم يكون الاب مصاب فاصبح ده بنسباننا غلط لان لو الاب سليم هيكون عبارة عن XY وعند هنه H capital طب الH ديت احنا هنا لازم واحد يجي منين من الاب والتاني يجي منين من الام خلي بقى لنا فإذا ده بنسباننا كده غلط رقم بيه الام سليمة تماما يعني الاثنين H capital اموال الH التاني دي هتيجي منين حنا قلنا واحدة من الاب وواحدة من ايه من الام وبالتالي ده بنسباننا كده غلط الاب مصاب ماشي صح انما دي خليت ايه خليت العبارة غلط الام حاملة الجين المرض الام حاملة الجين المرض ماشي شغالة معنا تمام والاب سليم لا ما ينفعش يكون الاب سليم لازم يكون الاب ايه مصاب فإذا دي اصبحت ايه العبارة غلط رقم دال الام حاملة الجين المرض ماشي تمام تنفع معنا يقول لي يا مصابة يا حاملة والاب مصاب طبعا صح وكمان فاصبح ده الاختيار الصح عندنا طب تعالى نتأكد كده مع بعض لو عندي الام حاملة لجين المرض يعني هنا اللي هو X X حاملة لجين المرض يعني H capital H small ده الام معه الاب قلنا لازم يكون ايه مصاب الاب اللي هو X Y X Y مصاب يعني H small هنكمل كده مع بعض هننزل لام شاك ده المشيج الاولاني ده المشيج الاول التاني هنا الاتنين مختلفين هنزلهم هما الاتنين capital و small بعد كده اول مع اول يبقى X capital small capital small تمام؟ بعد كده ده معده X X الاتنين small ده معده X Y H capital ده معده X Y H min H small جميل اوه و احنا دلوقتي ندور على مين؟ احنا ندور دلوقتي على بنت مصابة بحالة اليموفيلية انسة يعني طيب فين الانسة؟ والله دي انسة قدامي و فعلا مصابة ايه دي الحل اللي احنا ندور عليه لان هي تعبار عن انسة مصابة دي انسة حاملة لجين المرض وتنفحش معنا يبقى ده اللي احنا مندور عليه طبعا ده زاكر اللي هو سليم و ده زاكر ايه؟ مصاب يبقى ده فعلا طلي عند ايه؟ انسة حاملة لجين المرض لو افترضنا نظريا اجتماع الخلل الناتج عن حالة تاينر طب هي حالة تاينر كانت عبارة عن ايه؟ حالة تاينر كانت عبارة عن 44 40 زائد X0 دي حالة تينر ومتلازمة داون أنا هنا بأتكلم على أنسة ماليش علاقة بالزقر على أساس أنه هنا في X وبالتالي هنا أتكلم على مين على متلازمة داون في اللي هي الأنسة اللي هي كانت عبارة عن 45 زائد XX فأي مما يلي يمثل التركيب الصبغي له طيب هنسل نفسنا السؤال هو دلوقتي أول حالة دي اسمها حالة إيه حالة تينر حل وقوي طيب دلوقتي لما أسألك هو فين الخلل هل هنا في خلل هل الكروموسومات الجسدين اللي قدام ديها تفايا خلل طبعا لا ده المفروض أصلا الطبيعة 44 فعلا فإذا ما فيش مشكلة هنا طيب هل هنا في خلل أيها في خلل إيه الخلل إن هنا في كروموسوم ناقص ده X0 يبقى هنا في كروموسوم إيه ناقص وبالتالي هنا مجموعة كروموسومات كلها على بعضها 45 بس المفروض 46 فهنا فيه إيه واحد ناقص يبقى أول خلل عندنا يبقى الخلل الأولين هنا كام اللي هو إيه X0 تمام طب تعالي ناخد الخلل في الحالة الثانية عندنا اللي هي حالة إيه اللي هي متلازمة داون دية متلازمة داون هل هنا في مشكلة ها إيه رأيكم في مشكلة لما فيش أيها في مشكلة إيه المشكلة إن هنا فيه كروموسوم زايد في الزوج الكروموسومات اللي هو رقم كام رقم 21 المفروض اتنين هنا فيه واحد زيادة فأصبح 45 يبقى هنا الكروموسومات الجسدية فيها كروموسوم زايد فأصبح فيه خلل طب هل هنا فيه خلل لا مفيش خلل لأن الطبيعة أصلا اتنين كروموسوم جنسي صح ولا لأ يبقى الخلل هنا كام اللي هي 45 هناخده آه دا 45 يبقى 45 زايد مين زايد X0 هو دا اللي احنا ندور عليه لأن هنا في السؤال بقول لي إيه بقول لي لو افترضنا نظريا نظريا خلي بقى الناك الكلام دا عملي او موجود في الطبيعة طبعا الكلام دا مش موجود دا نظري فقط اجتماع مين الخلل الناتج عن الحلق الاولانية اللي هو قلنا عليه لو X0 قدامي اهو مع مين مع الخلل التاني اللي هو في الحالة التانية اللي هو مين اللي هو ال 45 جمعناه مع البعض هيطلع للحلل اللي هي قدامي 45 زايد مين زايد X0 طبعا دول مجموحهم كام 46 كروموسوم بس دخل لبنا نظريا فقط هنا مديني كام 44 يبقى غلط 44 غلط 45 زايد X0 طبعا دي الاجابة الصحة لنا رقم مين رقم ديل مع نسبة الزكورة المصابة بحالة الهيموفيليا الناتجة من تزاوج رجل مصاب يبقى عند اقول حاجة رجل مصاب الرجل اللي هو XY مصاب يعني H small من امرأة سليمة نقية يبقى الانسة او المرأة XX وقال اللي سليمة ونقية يعني الاتنين H capital ما عملهاش هنا حاملة للمرض خليبانا لان هنا قال لي نقية طبعا الاتنين الشخص لبعض هننزل مشيج واحد فقط هنا هننزل الاتنين H small والY ده معده يبقى X X capital small ده معده XY H min capital حلو قوي تعال نشوف كده اللي طالع عندنا ده زكر سليم ولا مريض طبعا سليم علشان capital قداميه والمسبب للمرض اللي هو عبارة عن جين اللي هو متنحي هنا ده عبارة عن ايه انسة طب ايه انسة ظرفه ايه ديت والله ديت هنا اللي هي حاملة لجين المرض حاملة ليه لجين مين لجين المرض اللي هو H small اللي هو قداميه تعال نشوف طالب مني ايه بقى بقوله هنا ايه ما نسبة مين الزكور المصابة زكور ومصابة يا فين الزكور المصابة اصلا ده الزكور اللي طلعت عندي كلها سليمة صح والإناز كمان كلها سليمة يبقى هنا ما فيش حد مصاب اصلا فهنا طبعا نسبة الزكور المصابة نختار على طول كم اللي هي السفر في المية ما التركيب الجيني لحالك لينفلتر ومصاب بالعمى اللوني طب تعالى ناخد حتة حتة كده أول حاجة اللي هي حالة مين حالك لينفلتر والله حالك لينفلتر كانت عبارة عن 44 زائد XXXY كان مجموعة كرموسومات كلها كان 47 كرموسوم طبعا ديها حالة شازة ومصاب بالعمى اللوني يبقى احنا دلوقتي عاوزينهم ناخدهم الاتنين مع بعض هو طبعا هنا مديني مين الكرموسومات الجنسية تمام على اساس ان ده مرض ايه بيحمل اللي هو اللي هو العمى اللوني بتوحمل اللي هي الجينيات بتاعته على الكرموسومات مين اللي هو ايه الجنسية طيب هلركز في الحتة دي كده يبقى احنا دلوقتي عندنا اللي هو مين XXXY تمام حال وقوي جميل وعنده هنا اللي ايه مصاب بالعمى اللوني احنا عارفين العمى اللوني المسبب له عبارة عن جينات متنحية بتوحمل على كرموسومة جنس مين X والY اللي هو الY ما عندهش اي جينات عليه فهنا يكون فيه عند هنا سي سمول وعند هنا سي سمول تمام طيب تعالنا بقى ندور على الكلام ده فانا عنده هنا اول حالة XXY فعلا تمام وعنده هنا X اللي هو سي كابيتل وسي سمول ده ده عبارة عن حال الكلان فلتر فعلا بس ده اللي قدام ده بيكون حامل ليه اللي هو مين جين اللي هو العمى اللوني وليس مصاب احنا ما ندور على اي واحد اي مصاب خلي بقى نافزا ده بالنسبة لنا غلط رقم ما طبعا ده ليه حال الكلان فلتر وعنده هنا مصاب في ازا دي الاختيار الصح هنا طبعا ده حال الكلان فلتر بس هنا ده سليم ما عندهش عمى لوني لان الاتنين سي كابيتل زي ما احنا شايفين ما ينفعش معنا عنده ده XY ده زاكر عادي اصلا وليس حالة مين كلين فلتر تمام هو فعلا ده مصاب بس ده زاكر سليم ما ينفعش معنا يبس صح كده رقم مين رقم بها مع نسبة الامشاج التي تحمل كل من جيني العمى اللوني والصالع الوراصي معا في التركيب الجيني اللي هو مقدام ده احنا دلوقتي يعاوزين هنا ايه نسبة مين الامشاج طبعا نجيبها ازاي طب تعالا نكتب التركيب اللي هو من الدهوني اللي هو نكتبه برها عندي اول جين عندي هنا موجود تمام وبعد كده XC وبعد كده اللي هو ال Y جميل اول انا اعملها ازاي بمنطقة البساطة نركز مع بعض كده انا عندي ده بالنسبة لكده رقم واحد وده رقم اتنين ده رقم واحد وده رقم اتنين جميل بعد كده اعمل ايه هاخد الاول مع الاول يبقى عندي ده مع ده يبقى عندي ده اللي هو الاولان اهو اول ماشيج الاول مع مين مع الاول ده هو الماشيج بعد كده هاخد الاول مع التاني يبقى عندي ده الاول مع مين مع التاني بعد كده التاني مع الاول اللي هو XC سمول بعد كده اللي هو مين اللي هو التاني مع مين مع التاني اللي هو قداميه جميل هو طالب من ايه في السؤال ايه قال لما نثبت الامشاجة التي تحمل كل من جيناي العمل لوني والصالع الوراسي احنا عايزينهم هما الاتنين مع بعض طيب هنا اول شخص الامشاجة اللي هي طلعت قدام ده زي ما احنا شايفين البي هنا طبعا انا بتكلم هنا على زكر خليبان لان هنا بتكلم على مين على صالع وراسي انا بتكلم على زكر وعند هنا فيه الواي كمان يتخليبان فانا عند طبعا الواي ده اللي هو عبارة عن زكر فعلا تمام انا عند البي طبعا ده طالما ده اللي هو اللي هو اللي مفيش اي نوع من اللي هي الجينات معنا كده ده عبارة عن اللي هو الشعر بتاعه ايه سليم يعني ما عندهش ايه تساقط شعر وفي نفس الوقت عنده هنا كمان ايه ما عندهش مين اللي هو عمى لوني فاذا ده ما ينفعش معنا ماليش علاقة بيه هنيجي هنا الشخص ده بيكون ما عندهش اللي هو صلع يعني ما ينفعش معايا وكمان ده عنده طبعا عمى لوني بس ما عندهش مين ما عندهو الصلع فإذا ما ينفعش معنا احنا عاوزين هما الاتنين المراضين موجودين مع بعض هنيجي هنا الشخص ده لو هو زكر طبعا هيكون عنده أصلع لأنه عندي هنا فيه اللي هو الجين المسؤول عن اللي هو الصلع موجود بس عندي هنا السيسمول مش موجود وبالتالي هنا ما ينفعش معنا يعني ده ليس له عنده ايه ما عندهوش عمى ايه ما عندهوش عمى لوني هنيجل ده عنده هنا فيه عند الجين مسؤول عن الصلع يبا اذا ده عبارة عن زكر اصلع تمام وفي نفس الوقت عنده هنا الاكس بيحمل مين اللي هو الجين مسؤول عن المرض اللي هو عمى الوان فاذا ده عنده كمان ايه عمى الوان يبقى هو ده احنا مندور عليه طب ده نسبته كام والله ده نسبته 25 وده 25 وده 25 يبقى ده نسبته 25 في المية يبقى هنا لما يقول لنسبة الامشاج اللي هي طلعت اللي هو عنده هنا اللي هو الحكتين مع بعض اللي هو زكر اصلع وفي نفس الوقت عنده عمى الالوان احنا عارفين عمى الالوان الجين بتاعه بيحمل على كرموسوم اللي هو الجنس مين اللي هو الاكس وليس على الواي الواي ما بيحملش اي ايه اللي هو جينات وبتاع له له نسبة كام 25 في المية يبقى الاجابة رقم جين تزواج رجل من امرأة كل منهما لا يعاني من عمى الالوان هما الاتنين سلام معندهمش عمى الالوان فظهرت هذه الحالة بين بعض الابناء فظهرت هذه الحالة اللي هي عمى الالوان يعني بين بعض الابناء طيب دلوقتي لازم نقف في الحتة دي كده هو دلوقتي هنا طالما في حالة ظهرت بين الابناء وهم الاتنين ما كانانش عندهم عمق الوان طبعا بالنسبة للرجل هعمله سليم لان ما فيش اصلا ما ينفعش يكون حامل لجين المرض الرجل طبعا بالنسبة اللي هو x y واحنا بنتكلم هنا على مين على عمق الوان يعني اللي هو c capital الرجل هنا سليم انما المرأة هنا لازم اعملها حاملة لجين المرض يعني c capital c small طبعا هنا عملتها هنا حاملة لجين المرض ليه علشان في حالة من الابناء ظهرت عندهم مين عمق الوان فالحالة ديتنا لازم تورس من الام الام هي اللي تورس المرض ده تمام طيب هننزل الامشاك بتاعتنا ده المشيج الاول capital بعد كده التاني small المشيج هنا capital وال y اول مع اول يبقى x x capital capital بعد كده اول مع تاني x y c min capital تاني مع اول اكس اكس capital small تاني مع التاني اللي هو x y c min c small جميع الاول تعال نشوف كده اللي طالع عندنا الاول والله ده عبارة عن زكر مصاب يعني عنده عمى الوان عمى الوان عند هنا ده عبارة عن انسة حاملة للمرض ده عبارة عن زكر سليم وده عبارة عن انسة سليمة تعالي نرجع للسؤال كده بقى عاوز ايه تزواجة رجل ماشي فما النسب الصحيحة لتوارس هذه الحالة هو بيسألني عموما يعني طب تعالي نشوف حاجة حاجة كده اول حاجة بقول لي نصف الزكور مصابة نصف الزكور مصابة طبعا عندي ده زكر عنده عمى الوان تمام والزكر التاني سليم يبقى فعلا نصف الزكور مصابة تمام لحد كده صح وجميع الاناس غير مصابة فيدي الاناس دي عند انسة حاملة للمرض وعنده الانسة التانية سليمة يعني هما الاثنين سليم فعلا فإذا دي كمان صح هما الاثنين غير مصابين فإذا ده الاختيار الصحي بنسبانا تعالي نبص على البعين كده كل الزكور مصابة كل الزكور مصابة ما اللي قدام ده ايه ماها عندي هنا فيه زكور سليمة قدامي فإذا ده بنسبانا كده غالط وجميع الاناس غير مصابة يا فعلا جميع الاناس غير مصابة بس الاولانية هي اللي خلتها لي غالط ده صح أصبح إيه العبارة غالب بالنسبة لنا نصف الزكور مصابة نصف الزكور مصابة فعلا احنا قلنا ده عنده اللوه عمل ألوان وده سليم فالكلام ده صح جميع الاناس مصابة لا هي مفروض جميع الاناس إيه سليمة وليست مصابة فده أصبح غلط جميع الزكور سليمة لا احنا قلنا نصف الزكور عندها المرض والنصف الثاني سليم فده غلط ونصف الاناس مصابة لا هي مفروض بكل الإنازة ما احنا قلنا إيه سليمة فأصبح ده كمان غلط يبقى الصحة كده رقم مين أو رقم ألف الجدول التالي يوضح اتحاد الأمشاج حيث يمثل الرمز اللي هو H small gene اللي هو الهيموفيلية تعال نكمل الجدول كده مع بعض الأول طبعا ديها تعبارة عن الأمشاج المؤنسة لأن العلامة بتاعة المؤنسة وديها تعبارة عن الأمشاج مينة مذكرة عشان ديها المذكر هنعمل كده اتحاد المشيك ده مع المشيك ده أنا عندي هنا X وعندي هنا X يبقى عندي ديها تعبارة عن X X H main capital small capital small بعد كده ده معده يبقى عبارة عن X Y H main capital هنيجي هنا ده معده يبقى X X اللي اتنين small يعني عنصة مصابة هنيجي هنا ده معده يبقى X Y وعندي H H small ده زاق المصاب طيب طالب مني ايه أي ما ما يالي يمثل رقم واحد ورقم اتنين على الترتيب يبقى احنا دلوقتي هنركز على ده والركز على ده ده واحد وده اتنين واحد والله يعبار عن أنسة حاملة الجين المرض أنسة حاملة الجين المرض أنسة حاملة الجين المرض صح أنسة حاملة الجين المرض صح أنسة سليمة الكلام ده غلط إن لو أنسة سليمة المفروض يكون لاتنين H capital ده هنا في واحد سمول زا ما احنا شايفين تمام أنسة مريضة لا لو مريضة الاتنين هيكون H small في زن دي كمان غلط يبقى كده اختيارين بالنسبة لنا كده ركنهم على جنب هتفضل رقم ألي في الرقم به تعالي نكمل كده ورقم اتنين رقم اتنين قدامي ده عبار عن زكر وزكر ايه مصاب عشان عنده H small زكر سليم لا غلط عشان لو زكر سليم هيكون اللي هو X Y بس هنا H A H capital اللي هو سليم زي الحالة دي كده ده سليم إنما ده مصاب تمام هنيجي هنا زكر مريض طبعا ده الاختيار الصح هو الاختيار رقم مين رقم به في دراسة لتغارض صفة الصلاع في الإنسان إذا تزواج رجل وامرأة وكانت احتمالات التركيب الجينية للنسل كما هو موضح بالجدول المقابل ما التركيب الجيني ما التركيب الجيني المحتمل للزوجين يا ترى عبار عن ايه اللي قدامي ده عبار عن النسل خليبنا احنا دلوقتي عاوزين الامشاج كدهca نجيبها عشان نجيب مين pryهو التركيب الجيني المحتمل ده هتفضل مين هنا هتفضل اللي هو التاني ده هنيجي هنا عندي هنا واحد خدناه هنا هيتفضل التاني هنا هنيجي هنا واحد هنا ها وده ايه موجود هنا قدامي اصبح القدامي ده عبارة عن التركيب الجيني اللي هو قدامي يبقى عندي هنا اللي هو الانسة هيكون التركيب الجيني اللي قدامي ده وده عبارة عن مين عبارة عن اللي هو الزكر يبقى الانسة هنا عبارة عن مين عبارة عن اللي هي التركيب الجيني ده مع اللي هو الزكر اللي هو عبارة عن التركيب اللي قدامي ده اللي اتنين دول مع بعض طب طبعلا نعمل على هيئة مسألة كده عشان نتأكد احنا دلوقتي عندنا اللي هو الاولاني الاولاني هيكون ده التركيب الجيني تمام مع اللي هو التاني اللي هو التركيب الجيني قدامي هنكمال كده مع بعض هننزل هنا الامشاج ده المشيج الاول ده المشيج التاني هناخد هنا واحد من دولت عشال اتنين شكل بعض ده مع ده يبقى عندي ده التركيب الاولاني وده مع ده ده التركيب التاني زي ما احنا شايفين طلع هنا خمسين في المية من النزل هنا سليم يبقى هنا خمسين في المية سليم ما عندوش اي صفة الصلع وعندي هنا خمسين في المية على حسب بقى اللي بتكلم على الزكور او ناس هنا بيحمل اللي هو جين واحد فقط. زي ما احنا شايفين كده ما اجي بص للناسل عند فعلا خمسين في المية من الناسل عنده ايه جين واحد فقط والخمسين في المية ايه ما عندوش ايه اي جينات يعني ايه سليم. فازا فعلا التركيب الجينية اللي احنا عملنا ايه صح. يبقى هو ده اللي هو اعوزه في السؤال. من الجدول المقابل ما اعراض الحالسين. من بص كده اللي ودامة ديات عبارة عن اللي هو الفرد المؤنس. الامشاج اللي هي مؤنسة وده اتعبارة عن الامشاج مين اللي هي ايه المزقرة. هو بيستنى على مين على سين? طب تعال نكملها مع بعض كده. تعال نكمل الجدول كله مع بعض الاول. فانا عندي ده معده اتنين وعشرين وعشرين يديني كام? اربعة واربعين. زائد اكس مين اكس وي. بعد كده ده معده اتنين وعشرين واتلاتة وعشرين بخمسة واربعين. اكس ايه اكس اكس. هنيجي هنا. ده معده اتنين وعشرين واتلين وعشرين يبه كام? اربعة واربعين. زائد. عندي هنا اكس اكس ايه واي. اكس اكس واي. هنيجي هنا. ده معده اتنين وعشرين واتلاتة وعشرين يبه كام? خمسة واربعين. عندي هنا اتنين اكس وعند هنا اكس يبه كام? تلاتة اكس. هو بيصنى مين على الحالة دي فقط? طب ده عبارة كام? اربعة واربعين زائد اكس اكس اي واي. ده ديت حالة مين? ده حالة كلين فلتر. فقول له ديت عبارة مين? حالة? 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 كلين? فلتر. طب الحالة ديت هو بيسألنا على مين? على الاعراب بتاعتها? ايه اعراضها? والله الاعراب بتاعتها ده عبارة عن زكر عقيم. زكر عقيم. تمام? طب عقيم ليه? نتيجة الغياب. الغياب اللي هي الخلايا المولدة. لمين? للحيوانات المنوية. للحيوانات المنوية. عنده كمام من ضمن الاعراض اللي هي ظهور بعض الصفات اللي هي الانسوية. زي كده? زي اللي هي مثلة كبر. وانما مو حجم الساديين. طيب تعلم بصول الحالات التانية كده بمرة. اللي قدامي طبعا ده عبارة عن اللي هو اربعها اربعين زياد اكس وهي طبعا ده عبارة عن زكر سليم. خمسة اربعين زياد اكس اكس ديت عبارة عن اللي هي متلازمة اللي هي دون. انسة متلازمة دون. خمسة اربعين زياد الثلاثة اكس طبعا دي بسميها. دي بسميها حالة اللي هي تضعف ايه? تضعف اللي هي جنسي. اذا علمت ان مرض ضمور العضلات يسببه جين متنحي محمول على الكرموسوم اللي هو الاكس. معنى كده ديت عبارة عن صفتة. اذا علمت ان مرض ضمور العضلات يسببه جين متنحي محمول على الكرموسوم اكس. هي بها ديت عبارة عن صفات مرتبطة بالجنس. طبعا ديت انها بيكون اللي هي ضمور العضلات ديت انها بيكون قاصرة على مين? قاصرة على الزخور فقط خلي بنا. العرب بتاعة المرض ده بتبدأ تظهر في سن الاثناشرة سنة. وبتؤدي الى ضمور اللي هي تدريج المين للعيه? للعضلات. وطبعا بتؤدي الى الوفاة في النهاية. فبقول لي هنا السؤال ما سبب ان جاب طفل مصاب بهذا المرض على الرغم من ان الاب سليم. احنا قلنا الطفل ده لازم يكون زاكر. اللي قلنا عشان المرض ده قاصر على ايه? على الزخور فقط. طيب. عن عندي هنا الاب سليم. كده في الحالتين اصلا سواء الاب سليم او مريض الاب هنا لا يورس المرض لمين? لا ابناء الزخور. انما الطفل اللي هو مصاب ده هياخد المرض منين? من الام? يبقى هنا يارس اقول له هنا سبب انجاب انجاب طفل مصاب ان الام مريضة او حاملة لجين المرض. يبقى عندي هنا في احتمالين. يعني مثلا الاحتمال الاولان تكون الام اصلا مريضة يعني عندها اللي هو الجينات المسببة للمرض ده اول حاجة. الاحتمال التاني نكون عندها ايه? حامل المين لجين ايه? لجين المرض. وفي الحالتين هنا هتورس مين اللي هو الجين ده مين? اللي هو الطفل ايه? اللي هو المصاب. واضح وجها للشبه واخر للاختلاف بين حالة عمل الوان وحالة الصلع الوراصي. اول حاجة نتكلم عليها اللي هي وجه الشبه. وجه. وجه. الشبه. الاتنين متشابهين مع بعض ان المرض منتشر في الزقور اكتر من الاناس. يبقى ينتشر المرض في الزقور اكتر من الاناس. ده وجه ايه? وجه الشبه. تعالنا نتكلم بعد كده على وجه الاختلاف. الاختلاف. الاتنين عندنا اللي هو الجينات. الجينات. تحمل على الكوروموسومات الجنسية. اما بالنسبة اللي هي الصلع الوراصي. الجينات. تحمل على الكوروموسومات الجسدية. اختلاف تاني بينهم ان عندنا اللي هو عامل الوان لا يتأثر. لا يتأثر. بالهرمونات الجنسية. اما بالنسبة لي اللي هو الصلع الوراصي يتأثر. بالهرمونات الجنسية. من ضن برضك الاختلاف بينهم هما الاتنين ان عندنا عامل الوان عبارة عن صفات مرتبطة بالجنس. اما بالنسبة لي اللي هو الصلع الوراصي عبارة عن صفات متأثرة بالجنس. ده الفرق بين اللي هو عامل الوان والصلع الوراصي من حيث وجه الشبه هو وجه ايه? الاختلاف. يا رب قون فهمنا. ما تنسونش من صلاح دعواكم. كان معكم السلام عليكم. ان شاء الله في حلقات قادمة. وبالتوفير لجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمته وبركاته.